ها سلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم جيدكم في فيديو بيش مبرتاجي معاكم الريجيم الثاني اللي بديتو كي ما شفتو وبرشا برشا برشا كي مبرتاجيت معاكم الفيديو الريجيم الول اللي قعت به مدة عشرة ايام قلت لكم اللي انا نقصت به ثلاثة كيلو قلت لكم شنو تحبوا تحبوا نكمل مبرتاجي معاكم الريجيم الثاني وبرشا قالوا لي اي مبرتاجي معانا وبرشا قالوا لي كنا بيخلين عن الريجيم وانتي شجعتنا على ذيك في فيديو اليوم بيش مبرتاجي معاكم الريجيم الثاني اما نحب نقول ملاحظة روما تعملوا الريجيم الثاني الا ما تكونوا كملتوا الريجيم لو الاقل حاجة تقعدوا عشرة ايام في الريجيم الول انا الريجيم هذية باذن الله بيش نقعد به خمسة شن يوم دونك بيش نعملوا جمعتين به اول حاجة بيش نبدأ بيها بالنسبة لفتور السباح شنو فيه ناخد كيس ماء دافي نحط فيه مغرفة بذر شيا مغرفة كبيرة نخلطها ونخليهم شوية كي ما تعرفوا بذر شيا في الماء تزيد الكمية متاحة نخليهم يكبروا شوية ومن بعد نشربهم دونك كيس ماء كبير فيهم غرفة كبيرة بذرورة ايشيا دافي نخلطوهم وكي كبعد عشرة دقايق نشربهم قهوة كالعادة بليش سكر خمسة كعبة زوزة وكعبة يغرط طبيعي وصفر في المية وكعبة طفاح نقول كعبة طفاح معناه يلزم تكون طفاح مش اي كعبة غلة دونك قهوة من غير سكر خمسة كعبة زوزة وقلق عشرة كعبة لوز كيس ماء كبير دافي فيهم غرفة كبيرة بذر ايشيا وكعبة طفاح وكعبة يغرط طبيعي ومن المستحسن تكون اسفر في المية هذا بالنسبة للفطور السبيح وراهو يشبعها باللي قدين اكتلكم اللي هو يشبع باللي يظهروا شوية اما يقنع ويخليك يخليك ما تجوعش يجا تزيد تشرب الماء يخليك ما تجوعش حتى لين يجي فطور نصف نهار ومعنى نصف نهار ما دي ساعة كالعادة فطور نجي فطور نصف نهار ناخذو اسكالوب وقالا بلونت بولي مش حوت وقالا مش كيمال اللي يمتل اخرين معناها احنا الرجيم هذي كفيش انهارين بنهار بالنسبة لانهار يشنا ونيكو ناخذو اسكالوب وقالا بلونت بولي بيش نشويوا من غير الزيت اللي هني كي ما شفتو خريط المقلة سخنتها بالكدي حتي تفيها اطروف الجيش فوحتهم شوية فحات انا اللي هني عندي في حاضر حاضر معناها مخلط فوحتو بي تنجم فوح باللي تحب عليه بتبيع نحاولو باش نقصو لماكسيموم من الملح فلفل احمر تابل كركم كليلوزا عطر لازار دو بروفنس شوية فلفل اكحل فوح كيف ما تحب انا كيفاش نعم كي ما قلتلكم نحطها طرف الجيش هذية هكا يشد روحه شوية جوس يتبدل لونه من اللول هاوكا نحطه من بعد نقلبو هكا ياخذ تحميرة صغيرة الجيش وشنو باش نعملو معا باش نعملو معا خضرة مشوية تحبو تشويو الخضرة واحدها ولا تحبو تطيبوها مع الجيش انا تعجبني كي نطيبها مع الجيش على خاطر الخضرة تاخد متعام الجيش وفاح الجيش والعكس صحيح والجيش كيف كيف ايخد متعام الخضرة دونك فطور نصف نهار كي ما قلنا نهارين هذية ونهار ثيف عطا نقولكم عليه اش نوع دونك طرف الجيش ومعاه خضرة مشوية بالنسبة للخضرة كولو الخضرة اللي تحب عليه الخضرة اللي تخطر في بالك وتظهر لك وعندك شوي وكول دونك هذا بالنسبة للنا نعملو مع بعضهم ولكن ساعتكم نعمل حاجة وحدها وإلا ساعت من قص الخضرة اخشينا ونشويها على العشوية هذا يرجع لكم منتومة هاوكا واحدش نوعي نوع وكل مرة هاكا نوعا في الخضرة باش ما نقلقش فيزع 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 بوه هنا الخضرة اللي ميتة على الاخر اما هاوكا زعمك كل مرة نزيد حاجة مرة نقص حاجة مثال هني حتيت سبني خبروكلو أخضر وبروكلو أبيض شوي سفنيريا وولوبيا خضرة وفيهم كعبة جلبانة ناخذهم سيغجولي ناخذهم من بيكاغ سيغجولي وهاوكا انطيبهم ودوة عشرة دقايق هكيكا يتيبوا وبنين انك يقولكم الخضرة بنينا اعرفوا راي بالحق بنينا خاطر كما تعرف انا ما نكلش الخضرة وبالحق نعمل هدومة ناكلها وبالجدي ونكمل الاخره نكملهم بالبيه هني كازت فوحت الخضرة وبكالوفيح هذيك اللي فوحت بيه اه الجيش هكيكا نقعد ان نقل فيه مدة عشرة دقايق هكيكا ثمانية دقايق يكون تاب غيركا لبروكلو هذيكا بعد ما يسخن شوية نمشي انقص هذي خضرتي حضرت قسيت سلاتة خضرة كيف العادة وكعبة الغلة انا كعبة الغلة عليش حتيتها في السحن على خاطر كعبة الغلة هي اللي نبدأوا بها شوفتوا الهني قلت لكم كعبة غلة ما اكدش اللي هي كعبة طفيح تيخذوا الغلة اللي تحبوا عليها بتبيعان بعدو على البنان والتمر من المستحسن ليه اما اخوذ الغلة اللي تحب عليها اما كعبة الغلة هي اللي تبدأ بها دونك تيكل كعبة الغلة ومبعد اتكمل اه للجيش والخضرة المشوية والسلاتة وهذا لو يكون لو فتور مدة انهارين نجيتا لانهار الثالث كيما قلنا انهارين بيش نيكلوا الماكلة هذيكا اللي قلت لكم عليها انهار الثالث بيش نيكلوا كيما الرجيم لو دونك شنوه هو يدولوش مقارونا ولا دولوش كسكسي ولا دولوش روز من مستحسن يكون قمح كامل وإلا ناخذوا مرقة ومعاها اربع باقيت قمح كامل وإلا صحفة شربة هذيه نهار الثالث ايش نوه ناكلوا فيه دونك نهار الثالث بيش ندخلوا الباد في فتور نصف نهار دونك نكملوا نهار الثالث هكيكا ونهار الرابع والخامس نرجعوا للخضرة ما شوية وصلتها والجيش مش عالا تكونوا فهمتوني هنا حتيت لكم انا شنوه بارتاجيت معاكم وفترت الرجيم دوليني على خاطر الحقم تعربي ليمات اللي فاتت انا كنت تعبى وكنت مريضة ما كنتش النجم ناكل دونك كليت اللي موجود في الدار بكمية تقليلة عالاخر عملت روز يمدوز وما نحكي لكمش عالحالة مدة ثلاثة ايام اللي بي رح خيره شوية اليوم حمدو الله كيفاش اتعديو ما منعرف اش كون عنده الكورونا ما تعبش كيفيانا مانيش نخاو فيكم من البقصان انا رانيبوغ البقصان مانيش كونتخ اما بالحق قراهي التعب شوية دونك قلنا نهار الثاني صحفة شربة اه دولوش بات وإلا مرقة ومعاها اربع خبز عكا حتي تلكم شوية ملحاجات اللي طيبتهم معاكم في الرجيم اللي فات نأكد عليكم راهو سهل بتأكد لكم اللي ما تحسوش بالجوع انا تلمون ما نحسش بالجوع اليوم اصبحت لبيس اليوم اصبحت تسايمة قلت خاليني نصوم خير لحق خاطر ما عاش نحس بالجوع جملة 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 نأكد لكم كيف كيف براجيم الثاني هده نحس بالجوع وطلقى نتيجة انا ديجا اليوم اصبحت وزنت وراهو فما نتيجة ده نتعادي ولفتو للعشاب يعشي يجد انا يعجبني على الاخر ديجا هي العشاب هده يعتطولي تبيبتي وانا في العادة نطيبها اللوملات هده كيفيش لوملات هده ناخذ فلفل تحب فلفل حلو تحب فلفل حار انا ناخذ الفلفل الحلو لالوان هده نزيدو شوية معدنوس وتحط بصل انا الهنى اليوم نهارتها معنى نهارتي اللي عملت الملات ما حاتيتش بصل اما تنجمو تزيدو بصل دخلطو كل شي مع بعضو انا الهنى فواحت فلفل اكحل عالش نسيت يظهولي حاتيت شوية ملح والا ما حاتيتش والله هي انتي داتا نشوفو في التصويره دونك كعبتين عدم حط فلفل ولا حاتيت سيبوليت في بلاست البصل حاتيت السيبوليت المعدنوس والفلفل الحلو تخلطو كل شي مع بعضو كما قاعدين نشوفو هيك في مقلأ ما تلسقش دوب 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 مدهنتها بالزيت ومسحت بالبابير هكيك باش ما تلسقليش اللوملات ونطيبها على نار هادية قلت لكم انا ديما نعملها نصحكم جربوها ابر حتى ريجيم راه تجيبنينا على الاخر انا بتبعها في العادة نزيد نشخشخها وجبونات هاي الطن ها راه تجيبنينا ابرش اما في الريجيم مع دنوس وبصل وبفلفل ونيقفو على هنا خلط كل شي مع بعضو كذولي ما حاتيتش ملح خلط كل شي مع بعضو وفي المقلأ هاوكا حاتيت وقعت نستوي فيها هكيكا انها نوصل في اللجنب خاطرة ثقيلة هي ما هيش باش توصل اللجنب الكل هاوكا كما قاعدين نشوفو سخنت المقلأ بالجدي 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 ومبعد كي حاتيت كي حاتيت معناها الخليط نقص في الجاز باش باش متتحركش وتلسقش وتيب فعقالها كي ما قد لكم ابنيناء وتشبع بالجدي انا كي ما قد لكم بالحق ابر الريجيم انا دي ما نعملها لوملات هذي قديش في راحز كيف عطيتها لي وكي ما تعرفوا العظام راهوا يقنع بالجدي 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 يعني هكا ليامات اللي ما كمش باش تاكلوا خبز حتى كان جوعتوا في الليل راهي لوملات هذي ينأكد لكم اللي هي تشبع بالجدي بالجدي كهو كيف ما شفتو اه معناها وصلت لوملات للمقلة الكل خليتها اتيب فعقالها نقصت في الجاز تحبو تقسموها تحبو تخلطوها كي ما تخليوهاش قلب واحد انا الهني باش نثنيها هكا على الجهتين ونحبها طيبة بالجدي تحبو تخليوها نقصة اتيب خليوها نقصة اتيب هذا هو العشاء متاع العشاء متاع رجيم كامل معناه شفتو ما انا نبدلوا نصف في نصف نهار في طور الصباح دي ما هو نفسه فطور نصف نهار كنا نهارين على نهار نهارين من غير بات ونهار ناكلوا البات والخبز والعشاء هو دي ما نفسه حاجه اخرى ما تقلبوا المليت الا ما تشد روحها هاو كينا خليتها شدد روحها شوية وسيستها نذين هارت اللي صورت ما جيتنيش بيه برشا كلي زيت هكا انفتر ش شوية هاي كا معناها لميتها من جهتي زيت تخليتها شدد روحها شوية ومن بعد زيت قلبتها خذيت هكا شوية تتيب معناها ولو تخطر اينا نحبها تكون طيبة اه بلي كده وشنا بش نعملو معلوم ليت هذي بش نعملو سلاطة انا نفس سلاطة اللي قصيتها اه نصف نهار قصيت بزيده شوية هكا قريت احسب في الليل ما نقعدش نقص نصف نهار وليل هكيكا بش نربح الوقت في نصف نهار قصيت بزيد اه سلاطة هكيكا قعدت لي للليل هكا ها وهذا عشايا احذر نكد لكم كيف كيف تبيتو شبع عانين والحمدو لللي راهو يشبع بلك دي هكا ها ها هذا الرجيم الثاني اللي دي جاء انا عندي ايامات فيه اه كي ما قلت لكم اليوم وزنت وراو فما نتيجة به يا زيدا هكا ها وهكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو وهكا نكون بارتاجيت معاكم الرجيم الثاني قولوا لي شنوها رايكم وزيت قولوا لي اسكو بديتو في اللول ما بديتوش شنوها رايكم بش تبديو وقال لم ازلتو وقال لم تردادين قولوا لي في الكومنتير وشنوها رايكم هكيكا انا بدي راني نشجعكم ونتشجع بكم وهكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو انشاء لا يكون عجبكم انشاء لا تكون حصلت لاضافة طيو ما قعد ليك انو قلكم انشاء لا نقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي و بس لما